رد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي على اتهامات باطلة أطلقها المرجفون بشأن مطالبة الأنباريين بإنشاء الإقليم السني الحلبوسي وفي تدوينة عبر منصة X ذكر أن الأنبار عن بكرة أبيها صوتت سابقا لرفض الدستور لموقفها الثابت والدائم من وحدة العراق ولم يتغير موقفها أو موقف شيوخها وأبنائها وأشار الحلبوسي إلى أنه ما زال تجار الحروب ومؤججي الفتن من الأحزاب المتأسلمة يحاولون تشويها صورتها والعبث باستقرارها ولن يفلحوا ونسوا ما تسببوا به من تهجير وتدمير وخراب وشهداء وثكالة وأيتام وأضاف أن الأنباريين ما زالوا ينتظرون من الحكومة الاتحادية تضميد جراحهم وإكمال ملفات تعويضهم وإعمار المدن وإنصاف الأبرياء وتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة أسباب ظهور الإرهاب مشددا على أن هذه هي مطالبهم الحقيقية ولا شيء سواها